الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ودرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه مثلين فكذبوهما فعزلنا بسانه فعزلنا بسانه فقالوا إلا إليكم مرسلين قالوا ما أنتم إلا فشمسينا وما أنزل الرحمن الشيء إن أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إلا إليكم مرسلون وما علينا إلا التلاو المبين قالوا ناسة يوماتكم لإن لم تنتهون لنرزمنكم وليمسى لكم إلا عذاب مليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصي مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون وما لي لا أعبت الذي فطرا وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن فتره لا تره عني شفاعتهم شيئا لا تره عني شفاعتهم شيئا وما هو وقزون إنه إذا الك أولاد مغين إنه من تبعوا فيكم فاسمعون إيلا دخل الجنة قال يا لت قوم أعلمون بما عفرني ربي وجعلني من المقرمين سلام في عباد الله سلام القرآن لها دي الأمم جاءوا يسمينوا آية الحكم والمهاجز كتاب الإله والمجاهد في سبيل الله سلام سلام يا أهل القرآن دعاة السلام في عباد الله لها دي الأمم جاءوا يسمينوا آية الحكم والمهاجز كتاب الإله والمجاهد في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذي نزل الفرحان على عبده يكون بالعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد سره تقئيرا واتخذوا من بني آية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرورا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا مسورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتروا وأعانوا عليه قوم الآخرون فقد جاءوا ذلما وزورا وقالوا أساطي الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه قطرة وعصيلا كل أنزله الذي يعلم السرة السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه جنة أو تكون لو جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسطورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك خير من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويدعلك قصورا بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة وأعتدنا بالله كذبوا بالساعة لم نحضر ي blue كلهم يaliونا من هنا كلهم نحن ندعونا نحن نحن فقط نهامد أن ننطرد نشافي نحن نعبر خزيفين نحن نشافي كلهم في سنة فهي خالد العلمان الإلهي في أن الها من الدعان يجاد عن الدعان يجاد عن الآخر في الوصول تجيلا سكوم بلانسكول في فيه أخلي باري نكتز في سيدارة جموية تجيلا سكوم بلانسكول ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه إن الله له قبل معنى الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرا والله يقبل ويبصف وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسائل إذ قالوا لنبيه له مبعد لنا له مبعد لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل عزيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من زيارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منكم والله عليهم بالظالمين وقال للنبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تبلكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤسس عزم من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسططا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وكذلك بعثناهم ليتساء بينهم قال خائل منهم كم نبشت أعوذ لله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال خائل منهم كم نبشت قال خائل منهم كم نبشت قالوا لبشتنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبشت فبعثوا أحدكم بورطكم هذه إلى المدينة فليوزوا أيها أكى طعاما فليأتكم برزق منه وأن يتلطط الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله شكرا للمشاهدين شكرا